مرحباً بكل مستمعين على مواجهة الإذاعة الوطنية التونسية مرحباً بكم في هذا المساء استضافتنا الأولى وحديثنا الأول بشيكون حول الرواية لكن الحدث كذلك الرواية تمشي وتتماشى مع الحدث اللي نعيش فيه اللي هو شهر أكتوبر الأكتوبر الوردي عنوان الرواية الدفتر الوردي هي رواية الأولى لزياد بوشوشة بعد عدد من القصص وروايات فيه كتابات جماعية في الحقيقة تعرف برشا بكتابات الجاي لكن ممكن للمرة الأولى الدفتر الوردي يبرز من اللي ممكن مختلف أو تخفى وراءه زياد بوشوشة أهلا وسهلا ومرحباً أهلا وسهلا مرحبا بيك ومرحبا بمستمعين لديع الوطنين مرحبا بيك زياد الدفتر الوردي هي رواية اللي ممكن يسمع فينا رواية في الكوفيرتورة متاحة لكل تلقى الورود تلقى اللون الأبيض والوردي رغم هذه المساحة من الورد لكن الرواية تحمل عديد المشاعر دعنا نبدأ بساعة من اللون بش ندخلش برشا 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 من نحرق الشيطة رواية بدل الحرق نكشف ششنية خفايها لكن الرواية هي تطرح عديد المواضيع الموضوع الأول اللي يبدو حكا في صفحات الأولى أنه تحكي على علاقة مع الوطن ثم بشوية بشوية أنك تشفوا علاقة أخرى اختيارك ساعة لدفتر الوردي قاله عنوان في حد بيته لماذا؟ هو العنوان جاء أكثر بعد ما كملت كتبت الرواية أو بعد ما فكرت الرواية كانت واضحة بالكدافة في موخي وكنت رأى أنه رغم فما شكون يعطاني بعض الملاحظات أنه شكون العنوان يشبه لحاجات أخرين تكتبوا لحاجات بالنسبة لي الرواية هذية متنجم تتسمى كان دفتر الوردي واللي يكمل الرواية يفهم أكثر عليش تسميت هكاكة دفتر لأنه فما دفتر يتكتب في وسط الرواية ووردي لأنه عنده علاقة حبيت فيها يعني أنكلان دوي لأكتوبر الوردي هي دفتر الوردي أنت كتبت في آخر الرواية وأنه هذه الرواية كانت صديقك قدمها لك في لحظات صعبة عشتها هل واقعين هذا الواقع؟ أم الراوي هو من يتحدد؟ لا لا هو الرواية يمكن أول أول كلمة تقال فيها يمكن أن ترجع من الصفحة الأولينية اللي هي فيها كثير من الواقع وكثير من الفيكسيوم التخليل فيها نوع من السيرة سواء من شخصية واحدة من الشخصيات وفيها كذلك من الكاتب أنا حبيت في آخر جملة اللي ذكرتها أنت في أنه ناخد مسافة نوعا ما من الرواية وأني نحكي ككاتب مش ك يعني خلت فهم برش عبيتك يقرأوها هكا تخيل لهم أني نتنجي نكون سيرة ذاتية لي أنا أو خير وحبيت ناخد مسافة شوية عليها مش نعبر على أنه أبريتو هي فيكسيون أساسا رغم ما فيها من حقائق يخص يا مستوحات من القصص حقيقي صحيحة فما فما ذو شخصية رئيسية فما شخصية سامح شخصية منذر شخصية سامح هي شخصية حقيقية ولكن في القصص هذوكم كان فما الفيكسيون اللي يخصوها وشخصية منذر هي شخصية خيالية ما هيش شخصية حقيقية ولكن كما قلت لك خذت مني برشا حاجات وأنا نكتب فيها كيف ما زاد شخصية سامح أخذت من صاحبتها وأخذت مني وأنا نكتب فيها لذلك كما قلت لك حبيث اللي في الأخر يكون ناخذ منها شوية مسافة قداش الخيال الخيال اللعب في قصة سامح اللي هي الاسم سامح ليس حقيقي الاسم سامح ليس الاسم سامح حقيقي حقيقي هي عرفوها يا سامح القطفاوي سامت غاديكا سامح البغان وكان اختيار معناه أنه يكون نفس الاسم كتكريم لها هي لأنها كانت معناه المصدر رولياني بتاع النصط يعني كتبت نصوص هي من الأول ومن بعد تم الاعتماد عن نصوص هدوك في البداية معناه تخذيت منهم باش نكتب الكتاب هذاك بالنسبة للقصة سامح يعني فما فما جانب حقيقي حاجات حقيقية يمكن في معناه بعض الفصول صاروا حقيقة ولكن الإطار اللي تكتب فيهم أو يعني نجي يكون حدث حقيقي مثلا أنا خرجت من الباب ولكن باش أنا نصور لكي فاش أنا خرجت من الباب وين مشيت وين جيت وعليش وحد كل ذاكي نجي يكون في إطار ولكن فما أكيد حاجات حقيقية العنوان تقريبا كل جزء لأنه في الرواية هي مزيج بنزوز حكايات حكايات منظر وحكايات سامح كلنا على حدة نمشيوا من منظر وبعد نرجعوا للسامح ثم باش ما تفدش من واحد منه فعنوانت بالميلاد جديد ونلقا دائما يعني مقتطف من من اختباس اختباس اختياراتك هذي جاية في طار شنوة معنى اختياراتي كانت فيها نوعا ما تلخيص أو تعبير على الفصل هذك على شنوة يحكم يعني في كل مرة كان محاولة أنه الاقتباس يتناول نوعا ما او يعكس الفكرة اللي حبت تتقال من النص هذيك او من الفصل هذيك سواء في العنوان او في الاقتباس الموجود ونتصور اللي يقرأ يلاحظ هذيك حتى ولو ما لقاش خطر ساعات النجم انا ننوي تشابه معين او فكرة معينة قد لا تصل للقار يتبنى فكرته الخاصة في الفصل هذيك ولكن نرى انه فما علاقات واضحة ويكون فما علاقات مبهمة شوية الراهيانة ولكن فما برشة علاقات واضحة بين الاقتباس والنص اللي تكتب في الصفحة 83 ميلاد جديد انا اكتبتها على خاطر عجبتني اخيكي حالي تتاول اكتب جاتني ديريكت هي عند ولادتك يضحك الجميع في حين تبكي انت اش حياتك بحيث تبتسم حين تموت عندما يبكي الجميع وكأنك تلخص الواقع الحياة صحيح وكان هو فما اكثر من يعني اقتباسي نجم يلخص برشة حاجات من الحياة ولكن في هذية فيه نوعا ما وردان الاقتباس معناها نعرفه قبل ويعجبني ما نحفظوش ولكن بحث تعليه باش نتذكره بالكده وكان بالنسبة لي يقابل الجزء هذا من القصة اللي معناها اللي نوعا ما يحكي على الحكاية هذية علش اخترته انه منظر يكون هارب من الوطن هارب من الام علش العلاقة الموجعة مع الوطن هو هارب من برشة حاجات من الوطن من الام من ماضي من من واقع في وقت من الوقات هو بعد عشرين سنائر ولا ماضي ولكن في الوقت اذا كان واقع اللي هو ما مقدرش يتعامل معاها وما قدرش يتفعل معاها او يحتمله لذلك معناها كان الخيار متاع الخيار متاع الهروب متاعه والاسباب اكيد معناها كانت عندها علاقة كما قلت بوضعيته وضعيته الاجتماعية بوضعيته بعلاقته بأمه بعلاقته بحبيبه برشة علاقات معينة اللي هو ما كانوش مامشيوش كما يتصور او يحب هو وهو معناها هو مقبل على الحياة وقت اللي هيش وكان يحمل في نفسه زادة كما برشة وينسا ويمثل برشة وينسا ويمثلني شخصيا انا عشت فترة في الخارج ونعرف الرغبة هذي كان وقت اللي واحد يكون معناها شاب الرغبة في انك تكتشف حاجة اخرى وبعد كي تكتشف نجم تتصدم بواقع اخرى اخترت انه زادة منظر يكون ثمك النقطة الذهاب لاعودة في كل مرحلة فيه علاقاته الذهاب لاعودة سواء مع زوجته مع حبيبته الاولى مع والدته دائما يكون الوداع ثم اللي عودة صحيح هو فما حاجات تنجم يحكمها ساعات اللواعي بتاعكاته مش بالضرورة تكون مخطط لها وفما هو معناها شخصية منظر كما كنت نراها في الكتاب كانت شخصية تحب في كل مرة انها هي هاربة من حاجة ولكن دوره دوره وكانها ترجع لها فما حقائق معينة في حياته او علاقات معينة ليهو يهرب منهم لذلك كل مرة يقطع لكن من غير ما يشعر يلقى روحه يرجع لهم تحت صور متعدة يعني هو يهرب من الام ولكن يلقى نفسه في الحبيبة يغرب من الوطن ويلقى روحه في الحبيبة مرة اخرى يقابلها معني في كل مرة الهروب يقدي به لرجوع الحاجة معينة لين في اللخر هو التجأل الحاجة للحل الخراني ليهو تكتب في اللخر ليهو الدوال الموضوع لكم فما ابرشة اسقطت خاصة مع منظر في كل ما هو سياسي اجتماعي بتعمل لنا هاكا كالتذكير راهو مثلا الموظف كان ينجم طوام ولا ما ينجم هل فما زاد من الداخل وانك تحب تقول او تحب منظر يقول اللي يحب يقوله زيد حتى لو كان ممكن الاطار لا 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 امكر انه قلت سوى يمكن شخصية منظر اكثر ولكن حتى شخصية سامعك ويمكن اي حاجة اتقلت فيها برشة منيانة منظر معناها عنده نفس العمر متاعيانة لان عايش طفولته في فترة الثمانينات وشبابه في فترة التسعينات اللي انا زادة عشتها وكان فيه تعبير نوعا ما على معناها ما يميز فما نوستالجي واستحضار للفترة هذيكة كيفاش كانت برابور للفترة اللي عايشينها احنا وكيفما بقدر ما هو منظر يرجع يعود يكتشف الوطن متاعه ملوله جديد احنا بيدنا قاعدين رغم اللي عايشين فيه الوطن وقاعدين كل مرة نكتشفوا فيه ملوله جديد نحسوا اللي معنا ديما فما حاجة تشدد قاعدين قابلوا فيهم رغم اللي احنا عايشين فيه الدفترة الوردي نلقاهه زوز قصص يعني يمشيوا بالتوازي ومختلفين كالحياة فما أم منظر اللي نلقاهها تتوفى جراء المرض في حينو انه سماح تشفى من المرض وتعود للحياة العبرة اللي حبيت تقولها ممكن للقارئة اللي تنجم خاصة تكون تصاب يوما ما بهذا المرض فما فما نفس أمل حبيت هو هو لحيقة مش معناها أنا بسقولها ديما معناها مش غايتي كانت أنها رسال رسالة لأي حد بقدر ما هو هي معناها حكي تجربة معينة للشخصية حقيقية والشخصية خيالية ومن بعد للقارئ أن يراه في الكتاب ما يريد أن يراه معناها اللي يحب يراه فيه هو معناها النفس متع أمل في الأخر أو وحده كل وهو حر في هذا وفما في الكتاب ما قد يؤدي لشيء دي واللي يراه فيه مجرد تجربة معناها الشخص بش نجم يستلهم منها بهيها أو خيبها واللي يحب يراه فيه نوع من المتعة الكتاب لو فيه متعة فهذا يسرني لأنه الكتاب في الأخر يكون ملك قارئ ولي هو كل وحده قراءته شخصية ما يقرأ أو ما يفهمه شخص معين من الكتاب قد يراه حاجة مختلفة وعكسها قارئ آخر يعني ديما نعتقد أنه الكتاب ملك قارئ وأنا بدي نقرأ كتاب نتعامل معه بالطريقة هذيك نحاول أن نقرأ قراءتي الخاصة زياد بوشوشة كان حاضر في الرواية ما خليتش فقط زوص شخصية هما يرويه الحكاية وره ويرويه الحكاية دخلت في آخر الرواية باش تحث القارئ على الكتاب الكتاب هو علاج؟ يجم يكون نوع من العلاج ومش علاج يكون نفسي وهذا اللي صار من شخصية سماح حتى في الحقيقة يعني سماح كتبة النصوص اللي أعطتهم لي في وقت ملوقات كتبتهم وهي تحت معناها المرض هذيه وكان هذيكا سبيل باش حاسة تروحها أفضل وكيما يقول معناها أنا من وانا نكتب في الأخر وأدى أي أني ناخد مسافة على الكتاب أني كنت نمر بلحظات قاسية في حياتي وانا نكتب فيه الكتاب وانا نكتب فيه وانا أعيد نكتب فيه خطر كتبت وعاودت كتبتهم روحة وكانت بالحق لحظات قاسية في حياتي وكنت في حاجة أني نفرق شوية من القسوة أو الحزن إني في حياتي هذيكا في الكتاب في الكتاب هذا ومنحبش نقول أني مبعد الكتاب بحس روحي أحسن بياسر ولكن أكيد أفضل وبتفاع العباد ووصول الكتاب أنه في كل مرة أنه يقارئ يقراه ويحسه ويجيك معناه فيدباك من عنده أنه حتى ولو جملة حتى ولو كلمة أنت كتبتها وصلت ومسته في قلبه في هذا أكيد يخليني أفضل معناه وكان فيه زادة نوع من ديكلاندوي ووفاء ونسجيل برشة حاجاتي يمكن في حياتي أنا زادة لكل مننا أليمه وأمراضه وقلت كذلك في الرواية وأن الجسد يمرض والروح كذلك تمر صحيح صحيح بقدر ما الجسد على خطر هو الكتاب معناه ظاهريا تربط بدل أكتوبر الوردي وحتى في إطار معناها لما حكينا عليه في حصة التوقيع أو لما يتحكي عليه بصفة عامة من النشر أو من يانا في البداية يتربط نوعا ما بمسألة سرطان الثدي وهو صحيح معناه فهما شخصية رئيسية عدات سرطان الثدي ولكن المشكلة لساعات مهوش في سرطان الثدي كهو ولكن فيما بعد سرطان الثدي فيه لسكال اللي يقعدولك بعد في نفسانيا في قساوة الواقع في العذابات اللي نجم يحسهم العبد حتى نفسانيا أكثر هو مصحيح جسديا فما عذابات وأنا كشخص عايشت معناها شخص قريب لي يمرض السرطان الثدي خلافا لسماح أنا بدي عايشت التجربة هذية ونعرف بكوي ساجي ولكن حتى نفسانيا العبد معناها يتأثر ويكون في حاجة أنه يخرج من الحالة النفسانية الخايبة هذيك ومن شيرة هذيك كان الألم النفسي اللي جاي من المرض فما ألم نفسي جاي من ألم الفقر واللي ما نتمنيهش للعبد ولكن في وقت ملوقات أي شخص في الدنيا هذية بشي يتعدى بألم الفقر واللي هو الواحد صعيب بشي يتعداه ويدخل فيه درجات شخصية معناها كانت معناها الأساسية خلف الدنيا من اللي هو لأنه رافض الموضوع مش مصدق الموضوع ما يقدرش يهضم لحكاية والكلنا نتعداه بشي هذي وكان هو ليه سبيل معين خذا وقته معين بش يخرج من الحكاية ديك وكان ليه سبيله الخاص أنه يخرج من الحالة النفسية اللي هو فيها أنه اختار من يكون لأنه هو شخصية وكلنا لا نختار من يكون ولكن هو في الأخير اختار من يكون بالطريقة اللي تعاملت فيه آخر ما هو المشترك بين منظر وسماح؟ أنا راكي معناها كلاهما كان هذا تعبر عليه سماح ساعات في الكتاب وساعات منظر وهذي أول حاجة معناها جيتني على فعله أنه زوز كانوا فيما غول يخافوا منه وما يحبوش يتعاملوا معه ونحن ديما نقوله سانسوفاس كوزوت معناها هو أنه المرأة خاف من سرطان الثدي لأنه سرطان الثدي بالذات بخلاف هو كسرطان وخلاف وجيعته وبخلاف وجيعة الدهان بتاعه أنه يمس أنفتها أولا وإخلا ولو كان والغول هذيك عملت له كما معناها معظم أنسات قام مشوش يعملوا دي بيستات ما يحبوش أصلا يخموا فيه يعملوا كيك الصغير اللي يخبي وجهه بغطاء في الليل بش ميراش الغول بنفس التاريقة كان منظر الكابوس الأكبر بتاعه أنه هو فقد والده أنه يفقد والده كان ديما يخموا وقالها في أول قصة أنه يخاف من النهار هذيك كان الله لا يقدر روح تصير عليه حاجة كما هكا وكان لذلك الزوز لقاور روحهم قدام كيبوسهم الكبير غولهم الكبير اللي يخافوا منه فجأة القاور روحهم في وسط الحكاية وزوز كيفاش بش يتجاوزوا الموضوع هذيك هذا وجه التشابه الكبير اللي راح نبني خلنا حكي وتوى على تقبل كيفاش يتقبله وشنوها الصداية اللي قاعد يوصلك على رواية أنت قلت معنى صداية طيبة لحد الآن خلي نذكر زياد أنك زيادة عندك محتوى تصنع في محتوى على اليوتيوب يهتم بالسينما والتلفزيون وفهم برشة خيال وفهم برشة تشوف فيها في بعض الأحيان مشاهد مش بعديد الأحيان تشوفها مشاهد فهمة فكسيون فهمة الخيال في الرواية هل هو هذا هو يعني تأثير السينما مهم جدا في مستوى كتابة الرواية تعطيها بعض آخر هو أكيد السينما دي ما أنا معناها مسترجع دي ما كلمة أستاذ نحن دخل التوفيق يقول بما معناها أن السينما هو الفن الأرفع لأنه بش تلقى فيه السيناريو اللي هو تنويع على الأدب بش تلقى فيه الموسيقى بش تلقى فيه الإضاءة بش تلقى فيه معنا فيه أكثر هو مزيج من مبين أكثر من فن مع بعض لذلك هو فن ساحر بحد ذلك وأنا كإنسان نحب السينما أكيد وأنا نكتب بقدر ما السينما ممتعة نحاول أنه الكتابة تكون ممتعة للشخص وفيها نوع معناها سواء من الخيالات وكله لكن فيما أكيد تأثر زادة من الكتب نقراها أنتكية أصلاً فيما معناها فصل مثلاً اسمي أحمر متأثر بكتيبته بطريقة كتابة كتاب اسمي أحمر لأرهانتو إبامو كان معناها معمول معناها كيفاش يقوله بخير أنه يتكتب بطريقة هذيك مقصودة مقصودة أنه معناها فما أكثر من وكان زادة فما جانب لأنه شخصية سامع هي شخصية تخدم في تشتغل في مكتبة وكانت تشتغل في دار نشر لذلك كان عالم الكتب وعالم القراءة بصفة عامة كان مهم أنه يحيط بيها ولكن ما حبيتوش أنا يكون يحيط بيها بطريقة يعني ساذجة أو عادية أو حبيتو بطريقة نوعاً ما خاصة لذلك كانت تدخيل نوع من الواقعية السحرية نوع من الفانتازيا نوع من الكتيبة في الجنر هذيك بش تكون فما نوع من الوريجيناليتي في النص معناها ماناش هوني بش تكتب حكاية سامح بطريقة بوكائية أو وصف الألام ونتعديه ومش هذا هو الهدف برشة أغاني في الكتيب خليتنا ندندنوا معك أنا مهوس بالأغاني نحب الغنيات برشة ومجمع اللي النجم أنت تبت تحكي معي وانا ندندننا في غنيات في موخي ومتعصب في الغنيات معنا فم مغنين متعصب لهم نحبهم نحب كذب السهر مثلا موجود في ريوية كذب السهر جميع اللي يعرفوني يعرف اللي أنا معنا قفان كبير كذب السهر نحب وسوي أغاني وهتقول له أنه النساء دي ما يستغل يقول لك فيش راجل يحب كذب السهر لكن أنا أتحدى في الحكاية هذية لذلك تلقى كيف ما أنا ساعات تنجم أنت تحكي معي وانا ندندن في غنيات في موخي وقد تعني لي حاجات الغنيات نغني فيها على خطرها مثل موقف ما حبي أحبذ هذية وما هوش في الدفتر الوردي كهو معناها في سلسلة البعد الخامس اللي صدروا منها سبعة معناها كتب كان معناها الحكاية هذية موجودة في أكثر من كتاب أنه للشخصية ساعات الموقف اللي تصير له يتم التعبير عليه بغنية معناه مش مسألة مسقطة بيقدر ماه هو أن نعبر لك عليه بطريقة أخرى باختيارات أنا نحبها خطر نحب أنه القارك يقرأ قد نعرف على الغنية ما يعرفيش نشاركه ذوقي الفني ويمكنك يعجبه يسمحها ويتعرف على الغنية ما يعرفيش أو يسترجع غنية ينساها لأني أنا من الجيل الأقديم يعني نجل نجي منه شوية نفس الجيل على كل دندنت معك الأغاني حبيت نقول اللي يسمع فينا أقرأوا دفتر الوردي على خاطر بالحق رواية مش على خاطر زيد بوشوش أضيفنا لكن رواية تستحق تستفزك بشتيخ القلم وتكتب ويظهر لنوع من العلاج مهم جداً أنك تقرأ دفتر الوردي هكاكا تنجم تتشارك مع بعض الآلام مع الفرح مع الشخصيات الموجودة الشخصيات تنجم تلقاها في الواقع متاعنا قريب برشة برشة فبالتاني مهم جداً أقرأوا الرواية وكتبونا على صفحة الإداع الوطنية التونسية كان قريتوها وابعثوا زيدة لزيد بوشوشة يستقبل رأيه أنت قلت تحب الأغاني زيدة مش خليل كلمة الختام مش نسمعك غنيا نزر بش الوقت يكفيني بش نعديها لأخير طب مش بعيدة برشة على الجو أول حاجة نشكرك برشة على الدعوة هذية ونعرف اللي في العالم يعني سوية في التلبزة أو في إداع ما فهمش برشة برامج تهتم بالكتب وهذه حاجة بها يسر أنه ما فهمش يهتم بالكتب احنا في حاجة لهذاية ككتاب نحكي باسمي وباسم الكتاب بصفحة عامة وإن شاء الله نتمنى أنه الكتاب قاعد يعرف فيه نجاحات يعني صغيرة إن شاء الله تكبر بشوية بشوية أنا اللي فرحني أنه ما فهمش يكون قراءة الكتاب لا يعني هذا أن الكتاب كان أكيد فيها معناها حاجات معناها كان ينجب يكون أفضل فيها ولكن الحمد لله معناها معظم الناس اللي قراءوا كانت الرتور انتحهم أنهم فرحاني بيه وأنه خاصة أنه أثر فيهم ومس فيهم حاجة وهذا حاجة مهمة من عندي وفي الكتاب دعوة للقراءة أو خاصة دعوة للكتابة أقرأوا كل الناس خاترحنا في تونس ما طالعوش برشا لدعوة ليهم أنهم أقرأوا لكتب مش بضرورة كتب تونسية مش بضرورة الدفتر الوردي أقرأوا لأنه بالقراءة نعيشه هي تتقال أكثر من حياة نتعرف على حاجات اللي يمكن في الدنيا ما نراوهاش في عيشنا اليومي نخرجه من حياتنا اليومية واللي فيه رغبة أنه يكتب لي ما لا يكتب لأنه الكتابة فيها راحة نفسية كبيرة